مع اتساع رقعة المواجهات في مناطق محيط مدينة الرمادي بين القوات الأمنية وعناصر داعشة وسيطرة القوات العراقية على العديد من المناطق ما أتاح لها محاصلة المدينة بشكل كامل تمهيداً لاقتحامها كشف مجلس محافظة الأنبار قرب انطلاق العملية العسكرية الكبرى لاستعالة الرمادي من عدة محاور بعد أن استكملت القوات الأمنية تحضيرتها لبدء العملية بيان المجلس أشهر إلى مشاركة أكثر من 25 ألف جندياً بالجيش وخمسة ألاف مقاتل من أبناء العشائر المنضوين تحت مسمى الحج العشائري وكذلك قوات الشرطة المحلية والاتحادية سيكون لهم دوراً بالعملية ومن ثم مسكر أرضب على التحرير بالإضافة إلى قيام التحالف الدولي وبالتنسيق مع طيران الجيش العراقي بتأمين الغطاء الجوي للقوات المشاركة مع قصف واستهداف تجمعات داعش في داخل الرمادي ومحيطها من جانبه تمكن طيران الجيش العراقي من قطع إمدادات تنظيم داعش في تسع مناطق غرب الأنبارة وفق لمصادر عسكرية موضحاً الطائرات العراقية قصفت موقع ومعسكرات لتنظيم في مناطق هيد ومعبر كبيسة والمحمد وبضيبان والبونمل والطرابشة والبعساف والبعلي وزنكورة وبحسب معلومات الاستخباراتية دقيقة فأن عناص الداعش وبسبب الضغط الميداني نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة التي تنافذها القوات العراقية يعيش انهيار بين صفوف مقاتلي ما يدفعهم للهروب وترك أسلحتهم في المناطق التي تتعرض إلى قصب جوي شبه يومي فيما يحاول العديد منهم فتح خطوط للاتصال لإعلان تخليهم عن القتال مع التنظيم ترجمة نانسي قنقر